موسيقى صباح الخير تشريع الضرورة فرض اتفاق الضرورة منشات جريدة الجمهورية اليوم لعله العنوان الذي يختصر منتهت اليه ساعات من اللقاءات الماراتونية بين بيروت والرياض قبل انعقاد الجلسة التشريعية اليوم حيث عطلت حبال التوازن التي قادها رئيس سعد الحريري المواجهة والسؤال هل في تسوية الضرورة الكل رابح هل هي تسوية ستقفل مجلس النواب كما قالت الاخبار هل هي تسوية بدون منتصرين وكيف يمكن تقريش وتثمير الدور المسيحي الذي تبلور فيها اسئلة عديدة وغيرها ساطرحها على ضيفي دكتور عبدالله ابو حبيب سفير لبنان السابق لدى واشد الصباح الخير دكتور ابو حبيب اهلا وسهلا بك من كاريكاتير بلايبل بجريدة الديل ستار حول موضوع الجلسة التشريعية رح نبدأ الحلقة رئيس بري يرفع اصبعيه في اشارة النصر هلأ الفون اورانج لونه رئيس بري رافع اشارة النصر من برأيك انتصر بالتسوية التشريعية باعتد كلهم انتصروا كلهم خسروا اه كلهم انتصروا انه كل واحد طلع مبسوط من هالناحية هايدي لكن بالوقت الحالة انه تب شو دايما بيوصلونا على شفير الهاوي تب بحلوها بس ليش وصلونا لازم يفكروا بالحلول قبل ما يقدموا على اتخاذ خطوات بيعرفوا ان هالخطوات هايدي انقسامية او خلافية فللأسف ما عملوا او ما عبستسني حدد انا من هالشي فامبارح زبطيت كل خايف اليوم انه ما بعرف شو يصير تسكر بيروت تسكر الطرقات تسكر البرلمان يمشي هددوا المستقلين النواب المسيحية كترك يا الله مش الحالة كنا على على وشك انه يعيد التاريخ نفسه دكتور ابو حبيب يعني الاخر يومين بموضوع تحديدا الخلاف يلي تبلور وكأنه خلاف مسلم مسيحي اخر يومين كان هيك كانوا رجعنا لاجواء 75 نعم 1975 لكن بعثي دي النور رئيس سعد حديدي هو هالمرة طلع الارم من البرنيتا ونجه العملية واليوم بعدنا يعني فيه جلسة وفيه اتفاق وفيه وفاق وماشي الحال نجاح الرئيس الحريري ونجاح جهوده يلي عنونت عليها اليوم جريدة المستقبل بانقاذ الموقف منتشلا البلاد بشاهدة الحلفاء والخصوم من كارثة مزدوجة كادت تكون طائفيا وماليا محققة لو لا اخذ على عاتقه اصاد ابواب طائفية وتشريع الابواب التوافقية اذا نجاح الرئيس الحريري ماذا اكد اليوم؟ لا اكد هو حال سياسي لان انا ما بعطي اي من البنود الموجودة على جدوى الاعمال هي بنود انه لازم نعملها اليوم بالموضوع المالي بتقصد؟ بالموضوع المالي وغير المالي مثلا فيه بند بخص النفايات باعته الرئيس الهراوي ايام الرئيس الهراوي ببقطع على مجلس النواب والبند المالي صاروا من 2001 هالا الاتفاق صار وبدوا بعد ممضينا نحن انه اليوم من وفع الهي بصير فيه تمضيها الحكومة يعني ما في شيء اضطراري يعني كم تقدر تتأجل كم تقدر لكن الخلاف هو سياسي الخلاف مين لائت اللعب السياسية في البلاد؟ ابا اكتر من ما هو مالي يعني؟ اكتر من ما هو مالي اكتر من ما هو اضطراري اكتر من ما هو طارق ما كان في طارق ما كان في شي طارق وانا شخصيا مثلا ضد انه نوافق على المشاريع مشروع 700 مليون دولار لبنان بالحالة الموجودة فيها بنا ناخد ندين 700 مليون دولار من دون شك يعني المال اللي بيجينا من البنك الدولي او البنك الاسلامي اللي هو هو بي عندك ثلاث سنين فطرة سماح بس بعدين عم تدفعي ديون يعني بتقصد ديون كلها متراكبة عم تتركب عليكي وبعدين في عندك استملاكات اللي بتخيل الدولة وزير المالية عم بقول ما معي مصاري انفع معاشات كيف بدي ندفعها باستملاكات دا فيه اشياء كتير من الترريب المرة انه نعملها وبعدين البنك الدولي انا كنت فيه اصلا ما بيهدد بالطريقة اللي قال فيها انه اكي بوقفوا هلأ بيحطوا عجنب لما تكون الحكومة حاضرة بيرجع يرجع ما بيعائب لبنان يعني ما بيقدون عائب لبنان اذا شطب لبنان عن يعني ازاودة على لائحة الدول غير المتعاونة هاي اللي مش نقطة سودة بتأدلت ما بيقدون حطة لبنان البنك الدولي شركة مالية ولبنان بيملك فيها بيملك حصة صغيرة بس ما بيعمل هيك شي البنك الدولي هاي دي كلها جرايط هوني طلعتها وكلها ابواق سياسية من رأيتها ما بيعمل شي انا كذب البنك الدولي ما بيعمل هيك شي بيشيل هيدا بحطه على الرف لما الحكومة بتجي بدت مشي بيرجع يجبوه يجع بحصوه يشوفو اذا بعدهم لا ام ام لا يعني كل الموضوع برأيك كتبت مقال عن هالمسألة المبارح بجريدة السفير ونشرت المقال اليوم نشروا موقع لبانون فايلز بتقول فيه ان اقرار المشاريع لا يؤثر ايجابا بالنمو الاقتصادي بل يزيد الدين العام وما يشكو منه لبنان ليس قلة المشاريع بل انعدام الحوار الجدي لحل مشاكله ومن عدم الاستقرار السياسي وغياب الشراك الوطنية الحقيقية منذ انتهاء الحرب الاهلية بتعتبر انه هذا اللي صار بالساعات الماضية ممكن يكون حافز لوضع الامور على سكة الحل ان شاء الله بنقول ان شاء الله القوى المسيحية مبارح نشحت بسلبيتها ما نشحت بإيجابيتها الإيجابية انه يتفقوا على قانون انتخابات يكونوا موفقين عليه المكونات الأخرى يعني بدنوا ان يقعدوا يبحثوا يفكروا هل انه مش عجبنا بس كمان ما فينا نظر بمصالح المكونات الأخرى ومع بيعملوا على غيرها الله وهذا تحدي لقلهم بس اتفقوا عشي لو كان على التعطيل او على السلبية انا بالنسبة لقالة مهمة الانتفاق على السلبية مهمة واتفقوا قبل يعني كان فيما قالي من حدا انه من سنة 92 اتفقوا على السلبية كمان مقاطعة مجلس اتلعوا بره اتلعوا بره لانه كل واحد منهم راح بطريق من بعده هلأ هون المهم انه يتفقوا على ايجابية اذا هدي مطالب المكون المسيحي اتفقوا شو ما تكون انا بفكر متل ما صار بقضية القانون الجنسية بالاخير الاطراف الاسلامية كلها ترجع تأيينهم يعني كان في معارضة بس زبطت بالاخير فالقصة فيها انه يكون عندهم شيء ايجابي مش شيء سلبي بس طيب هل اتفقوا ممكن مثلا اذا انسحب على مسألة قانون الانتخاب او رئاسة الجمهورية يعني بيقدروا يفرضوا يلي بدون ايه ما بيقدروا يفرضوا يلي بدون ايه بدوا كون في تشاور اتنينتهم دخلين بتجمع بس كلمتهم يعني بيقدر تكون فاعلة يعني بهذا المعنى لانه اليوم جاء عزيز بالاخبار قال المسيحيون اكتشفوا ان لديهم فعلا حق النقد في النظام والدولة وهو مكتسب ومضمون ومؤكد ولكن اكتشفوا ان ما ينقصهم هو واجب المبادرة بهذا المعنى بتوفقوا انا بوفقوا تماما هلأ عم نحكي يعني اليوم هني بالزمنات اتفقوا على مشروع اللقاء الارتدرخسي الانتخابين ما مشي لان الفرقة فيه منهم عندهم معرضة اوية لقلو يعني اي قنون بتعملي بدلتاخلوا بحين الاعتبار بقية المصالح كمان بس انت اللي عب تشكي من هذا الانون فلازم تعطي انت مشروع جديد يقبلوا فيه بقية الاطراف هيدا المطلوب منهم هلأ معلومات جاء عزيز بتقول انه الانا والقنوات بين الرابيو ومعراب مستمرة وهالاكتشاف اللي اكتشفوه من ورق اتفاقهم مبارح سيترجم بالتأكيد قريبا توافقات مسيحية على ما هو اثمر من الرفض بدءا بانون الانتخابات ممكن يكون فيه انون انتخابات يوافق عليه كل الفرقاء المسيحيين او هل بتعتقد انه ممكن نكون امام لوائح مشتركة تحالفات مشتركة ام لا هذا زياد ما اصني انا بعتقد انه الدكتور جعجع مبارح والجنرال عام يتون اكدوا حلفوا مع كل من يعني تماني واربطع عشر اكدوا حلفوا اي اكدوا طبعا لكن مش درورة تكون بالانتخابات ينزلوا مع بعضهم لكن فيه امكانية هالامكانية موجودة هيدا انه يخوضوا مع ركس الانتخابات مع بعض بس انا بستبعدها بالوقت الحاضر اليوم كتير المقالات دكتور عبدالله ابو حبيب عن التوافق المسيحي هيك بدي اخد رأيك من خلال اللي انترح فيها مثلا جورش شهين بالجمهورية بيقول انه كتار من المسيحية رغبوا انه يصدقوا انه قادة الاحزاب المسيحية الرئيسية توحدوا حول اي ملف من الملفات المطروحة بظرف من الظروف دون ان يكون اي منهم ساعيا لعملية الغاء جديدة للاخر ليش ما يعني ليش في شعور دائما انه ما بيقدروا المسيحية يتفقوا ومنها المنطلق بيقول الرهان على احياء الجبهة اللبنانية مجرد وهم شو السبب بيكي صرنا من سنة 92 من اول ما انتقدت القيادات الجديدة ما عرفوا يتفقوا مع بعضهم يعني شو يعني يعني بالتسعينات بالثمانينات كان في كان في شمعون بير جميير ريمون إدي كان في سليمان فرنجي مع حفظ الالقاب طبعا الجميع فكانوا متفقين لحد ما اثنين منهم ثلاثة منهم هاللي هي كانوا متفقين مع بعضهم لغاية ما تركوا الدنيا من بعد اجانا كان اجانا جنرال عون دكتور جعجا دكتور جعجا وبعدين اجانا الرئيس الجمعين اللي كان برئيس الجمهورية فما عرفوا يتفقوا مع بعضهم فالهيكي انه الشك دايما فيها انه ما هولي ما بيعرفوا يتفقوا يعني ما في امل لأحياء الجبهة اللبنانية من جديد ما ما بفتكر لا ويمكن تتكرر تجربة العام سبعين حين فاز رئيس فرنجي بفارق صوت واحد ان يكون في حمال شعب ما بعت ايدي اليوم اقصى لك بالماضي كان رئيس الجمهورية يجي ينزلوا الموارنة يجوا المسلمين يرجحوا كفة واحد منهم اليوم في انقسام هائل بالبلد وعامودي وابعد من لبنان بين السنة والشيعة وبين المسيحية نفسهم كمان انا ما بفتكر ما فيك تجيب رئيس جمهورية من دون موافقة سنية او شيعية فيكي كمان تزعلي نص المسيحيين بس ما فيك تزعلي يا سنة او شيعية علي الأمين بيقول بالبلد اذا لم يخرج العقل المسيحي السياسي اللبناني من ذهنية التابع او المنعزل والباحث عن من يحميه لذهنية التامح لبناء دولة يفخر اللبنانيون بانتمائهم اليها يعني انه ما بيكون اثمر هذا الامر اللي عم بيحكيه مزبوط مش دائما المسيح عنده هذي هيك بباطنه انه بده مين يحميه او يبحث عن من يحميه وانا بتشوف ايش عم بيسير بالمنطقة بالمنطقة عنا كلها بس قبل حتى ما كان عم بيسير هلأ عنده هذي هي الذهنية على طول يعني اليوم وقبل يعني فيها الذهنية هي مزبوطة هي لكن لما بتجي مرا سؤلتنا هذا السؤال كمان انه اذا بيدخلوا المسيحية باللعب كلها اللي هني اليوم دخلينا يعني انه ما بيسير لا ما صاروا بالحرب هللي اللي اكلوها هللي الناس اللي كانوا يعني اللي كان بتشوف او بيهلأ بالعراق هللي الناس منهم انعزاليين امبرياليين خايفين لا بالعكس كانوا تقدميين كانوا بالحزب الاشتراكي كانوا مع الفلسطينية كانوا مع الحركة الوطنية هنه اللي دبحوا ايام الحرب مش الانعزاليين الامبرياليين وبالعراق ذات الشي كمان فلا فيه يعني فيه مشاكل عندنا بالمنطقة ففي خوف لكن الحكي اللي حكيه أنا معه أنه لازم المسيحيين يطلعوا منها اللعبة هذه ويبلجوا يدخلوا باللعبة الوطنية والإقليمية وأنا باعتقد أنه عندهم قيمة إضافية باللعبة الوطنية إذا عارفوا كيف يلعبوها اليوم أنت بالبنان برك تقرب ما بين السنة والشيعة نعم مش تجي تنقل من واحد لواحد هذي ما بتمشي معك هذا الدور يعني خلص كيف بدوا يقرب كيف بدوا يقرب إذا كان الدكتور جعجع كيف بدوا يقرب على الطرف الشيعي والعكس صحيح إذا مش قادر إذا مش قادر يوفق بين الاثنين يزيح من الطريق أكثر يزيح من الطريق هي واحد منهم إذا تفكيره مش هيك المهم يكون تفكيره هيك ما بدي أحكم على حدا أنا التفكير لازم تكون تقريب وجهة النظر لأنه عندك صراحة إقريمي مع ما في بصيص نور أنه رح ينتهي بكرة وواجب المسيح في لبنان أنه يقرب وجهة النظر حتى نعيش باستقرار ولكل بدون نعيش باستقرار هذا الأمر أيضا وصفته اليوم روزانة بمنصف النهار بالعراضة المسيحية وأملت أن يكون مؤثر بحالة السعي أو الضغط لتأمين انتخاب رئيس للجمهورية انطلاءا من أنه هناك مصلحة مسيحية حقيقية بانتخاب رئيس وليس العكس من دو شك في مصلحة لبنانية كمان مش مسيحية بالدرجة الأولى هي الموقع المسيحي الأول لا المسيحي مقصومين هيري رأيها لستروزانة أنه فيني أزبرك الجميلة رئيس مثل اللي كان سابعا ما بدي رئيس أنا أنه بنقل من هون لهون بجي هادي التفكير يعني التوافقي ببعض ما كانت توافقي رئيس سليمان ما كانت توافقي أكتر نسبة أصوات حصاده عند انتخابه بمجلس النوال يعني في قبور فيه ما في غيره لكن ممارسته ما كانت توافقي ممارسته كان أول تلات ستين هون تاني تلات ستين هون فهيدا شي قصب الأكبر المسيحي مش عاب يحكم علينا عبر قصب كبير من المسيحية ما بدون هل يعني بهالمعنى التوافقي بتصير نقطة ضعف دكتور بو حبيب عند أي رئيس قد لا مش ضرورة مش ضرورة أبدا أنه ما بدوا يزعل حدا يعني بهذا المعنى لا زعل حدا هو ما تزعل حدا هو بس أخذ موقف أنه مثل ما مقومات الدولة بتكون زعل حدا رئيس كذلك لا 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 أنه وقت اللي طالب بأنه بعودة حزب الله من سوريا بنقى بالنفس عن الأزمة السورية زعل حدا قبل ذلك كان ماشي الحال كان زعل حدا يعني هيدا نقلة سياسية هيدا مش أنه زعل حدا أنه أخذ موقف وطني أما هيك شي لا مش موقف وطني موقف وطني عندما يعني ما بتشعر سعادتك أنه النائب النفس هو الخلاص للبنان اليوم بالأزمة الحالية نحن نقيم كحكومة نقيم بنفسنا أنا ما فيني أمنع أفراد وراح أفراد من الجهتين راح من السنة وراح من الشيعة عصرية وحاربة هونيك بنفس الحجم دكتور حدود مقطوحة لا حزب الله حزب الله منظم يعني ما فيك تأرنهم أنا معي ما فيني ما فيني أحطهم بس بالبداية الحرب بأول سنة ونصف من الحرب الشمال كله كان أرض لمساعدة الصور السوريين إلى حين سقوط شو اسمها راحت عم بالنا الكسير الكسير كان الشمال كله هاي بس اليوم اللي عم بيصير بعد أربع سنوات هل يجوز أن يبقى هناك كانوا أشخاص وجماعات هوني في تنظيم لا من دون شك في فرق بين الاثنين هوني في تنظيم في العملية هوني كانوا أفراد وجماعات وبعد في أفرادها بتروح وما فيك تمنعين أفراد بتروح وفي جماعات بتروح وكذا لا هون في تنظيم أوي في حزب الله منه حزب عادي وحزب عنده جيشه وعنده كذا كل الأشياء بس هاي دي كان بيعرفها من الأول رئيس جمهورية وقت انتخب رئيس جمهورية وقت انتخبو رئيس جمهورية هن انتخبوه كمان نعم وهن يعني أزل في حدا له تأثير على انتخابهن حزب الله حدا ما قدر يمون ما بدي يمون يقنع جنرال عون وبعدين ينسحب ويمشي فيها هو حزب الله أكثر من غيره شاي فمن هون انه دايما لازم تكون نظر وفقية ما بتقدر انت تغلبي ما عندك رول ما عندك دور أكثر من انه جربة وفقي وجربة تقلسل هو بين الجهات حتى لا تنعكس القضايا الإقليمية شغرا على اللبناني بعد الداخل اللبناني بعد الفاصل دعوة الأمين العام لحزب الله مبارح لتسوية شاملة واللي وصفها الاستاذرة فيه أخوري بالمؤتمر التأسيسي تحت عنوان آخر وبقية المواضيع وطبعا بالقسم الثالث رح نحكي إقليميات ومصير الأزمة السورية بعد هذا الفاصل شكرا